لا تزال الأزمات تلاحق العراق واحدة تلو الأخرى ليس أولها الاقتصاد المنهار وليس آخرها عمليات الإحراق المنظمة لمحاصل الحنطة والشعير أو التهريب التي تحاصل أهم محصولين في البلاد بدأت هذه الحوادث بالانتشار في العراق مع كل إعلان بوصوله إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في أحد المحاصل الزراعية أو الحيوانية منذ عام 2019 وكانه محرم على العراق الوصول إلى حماية أمنه الغذائي وليس أغرب من الحوادث ذاتها إلا طريقة حدثها الفجع كأعلان اختفاء أكثر من 750 طن من الحنطة في سايلو النجف وكيل التهمة للطيور على أنها أكلتها في وقت يكشف نواب سابقون عن صفقة فساد مدوية في سايلوات الحبوب في العراق التي بدأت بحسب أولئك النواب باستلاب قمح مهرب من دول مجاورة على أنه إنتاج محلي حيث لا يتجاوز سعر الطن من القمح المستورد 250 دولارا بينما تستلم الدولة الطن ب415 دولارا ولتمرير ما عده البعض بالفضيحة فإن الشركة العامة لتجارة الحبوب في العراق أعلنت أنها اشترت ما يزيد عن مليوني طن من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد في العشرين من نيسان الماضي أمام مسلسل الفضائح والفساد التي تغرق بهما البلاد يؤكد رئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري أن ترافق ما يجري مع استمرار عمليات أحراق الأراضي الزراعية بمحافظات عدة استهانة بالقانون ودليل ضعف الرد الحكومي ويضيف رئيس لجنة الزراعة النيابية أن عمليات الإحراق الدائرة دليل واضح على وجود أياد داخلية وخارجية تعبث باقتصاد البلاد لا تريد توفير إرادات إضافية للموازنة العامة وإبقاء العراق كبلد مستورد لا وبل إبعاده عن الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ترجمة نانسي قنقر